شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضة ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا خالك حلقة اليوم في برنامجكم رمضان الدوحة موضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن الدروس وعن العبر ومحطات في سورة يوسف عليه السلام ضيوفي معي في السيديو شيخ خالد بموزة حياك الله يا شيخ خالد الله يحييك وعييك وأيضا معي شيخ عبد الله بن إبراهيم السادة حياك الله شيخ عبد الله شيخ أحمد شيخ القرآن لا شك أنه مليء بالقصص بشكل عام وسنتحدث أكثر عن قصة يوسف ووقفات أيضا من قصة يوسف رب العالمين جعل في القرآن أكثر من قصة العبرة من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة يوسف عليه السلام القصص كل القصص القرآنية هي أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص فكل قصة في القرآن الكريم هي واحدة من روائع القصص وحقيقة مش مفترة مش كذب مش إشاعة بعدين الله سبحانه يعطينا العلة والهدف من القصص في آخر آية في سورة يوسف عليه السلام هدى هدى ورحمة لقوم يؤمنون كل هذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذن الهدف من القصص هذه هي هداية لي مثل ما أنا تتمشي في الطريج الآن وتشوف علامات الشارع الفلاني المنطقة الفلانية كذا إرشادات هي إرشاد لنا وهداية لنا وأيضا هي رحمة لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك نموذج من المشاكل ثم يقول لك هكذا اتحلها فهو يرحمك بهيش بهذا النموذج من القصص بحيث أنك إذا صار بينك وبين إخوانك شيء ترى لك في يوسف قدوة وفي إخوته قدوة المقاصد الشرعية من وجود القصص وقرآن الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هي العبرة لكن القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا إذن القرآن العظيم كله وضي أو أنزل عليك يا عبد الله لكي تتدبر هذا القرآن وتعمل به وتطبقه في حياتك اليومية يعني ما الله ما أنزل القرآن ستحطه في السيارة التبارك فيه ولا تحطه في الميلس أو في البيت القضية قضية التدبر والعمل به القصة من فواد القصة يقولون أن أحد أسباب سورة يوسف إنزال سورة يوسف أن الصحابة قالوا يا رسول الله اقصص علينا هم قالوا لي قل لنا على القصة يا رسول الله فأنا الله عز وجل أنزلها القصة تشوق الطرف الآخر لما حين أنا أقول لك أبيب لك مثلا أبغرس فيك أو في العيال مثلا الأمانة وأيب لهم أمور فكري وكلام فكري هل ينسجمون معي؟ لا لكن لما أقول لهم قصة واحدة راح وتي وخان الأمانة فبيكرهون الذي يخون الأمانة إذن أحد أهداف القصة غرس المبادئ وغرس القيم هذا واحد منه الخبرات تشير عندك خبرة حياتية من قصة يعني ما عندك خبرة في الحياة لكن لما أقول لك واحد كذب وتركوه الناس وخلوه يولي شو بتسويه؟ تشير عندك خبرة بأن إذا كذبت الناس يعني بتركونك فالقصة لها فواد عظيمة جدا الله عز وجل يقول فقصص القصص لعلهم يتفكرون يعني الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقص القصص على الصحابة ليس؟ لأنها محبة للنفوس ولأنها تغرس هذه القيم الطيبة وتبعد القيم الخبيثة من نفوس الناس فالناس يحبون القصة ويستمعون بالقصة والقصة بعدين اللي يستمع القصة ترى خياله يروه مع القصة خياله وحتى الإمام لما يقرأ وانت خلف الإمام أو الإمام يقرأ تلقى يسرح مع القصة ومحطة إلي محطة إلي محطة ويتخيل القصة حتى المأموم ما يحس بالإطالة من الإمام ولو يطول في قصة يوسف صحيح يعني لما تكرر مثل قصة يوسف تتخيل قصر العزيز ولم تتخيل قصر العزيز ويمدخله في السجن شو تتوقع سجن شون شكل كان فأنت قاعد تتخيل فالخيال هذا أحد مقاصد لأن الطفل يزيد الخيال عنده بعدين يقولون من القصص خاصة على الأطفال تقرب الطفل من الأم أو من الأبو يعني شوفوا قرب يوسف من أبوه يقول لك لأن فيه قرب بينهم ليش لأن يوم رأي الرؤية قال لي يا أبتي إني رأيت ففيه قرب بين الأب وبين الأبن ليش بسبب القصة فأنت يعني مأمور أنت كأب مثل ما قلنا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصص القصص وتلو عليه نبا نوح وتلو عليه نبا إبراهي وتلو عليه نبا ابني آدم فالله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتلو عليهم القصة ويقص على الصحابة ليش علشان يقرب الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم يحبون قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم الآن شهد الكرام بنتكلم عن قصة يوسف نأخذها من البداية أول البداية بأن يوسف عليه السلام حلم بالليل ووجيح قبو وقص عليه القصة أني رأيت أحدى عشر كوكبا والشمس والقمر لساجدين نعم فإحنا ودنا نأخذ القصة وأيضا المشاهدين يكونون معانا نأخذ محطة محطة واعتملنا أيضا من ضيوفي أن نأخذ الأمور حتى نصل إلى ختام ونحاول أن نسرع في كل أمر الأمر الأول هو الرؤية الصالحة صحيح سيدنا يعقوب عليه السلام طبعا كان عنده تقريبا اتناشر اتناشر ولد وكان أحبهم إلى قلبه هو يوسف نبي الله يوسف عليه السلام وهو غلام صغير هذه المحبة طبعا ما فيها سيطرة يعني أنا ما أقدر ألوم إنسان على العواطف لأن العواطف هذه لا يملكها إلا رب العالمين نزين ولذلك كان النبي الله نبينا يحب عائشة أم المؤمنين أكثر من غيرها من نسائها نعم يعني أنت لا تأخذ بالحب نعم نعم لا أأخذ بالحب نعم هم آخذوه آخذوا أباهم لحبه ليوسف ولاموه على ذلك وكادوا ليوسف بهذه القضية سيدنا يعقوب عليه السلام لما قص عليه الرؤية نبي الله يوسف حذره من أن يخبر أخوة بي لأنه يعرف الآن أنهم هم يلومونه على حبه ليوسف ويغارون على يوسف من هذه المحبة كل ما دش البيت قال وين يوسف وكل ما حطوا الغد قال ها كال يوسف وكل ما شرب لعصير قال ها شرب يوسف فكل دائما إيش يوسف صحيح يعني أنت أنت لا تلام الحب القلبي صحيح لكن تلام أيها هذا مهم جدا أنت تلام على ما نبني عليه هذا الحب يعني ما فيه ظلم يعني أنا أحبك صحيح لكن هذا الحب ما ينتج منه ظلم أقدمك على مثلا على الشيخ أحمد كان عليه السلام يعقوب عليه السلام في النواحي المادية لا يقدم يوسف في المشاعر والأحاسيس مو قادر هو يسيطر على هذه الأحاسيس وكان نبي الله الأنبياء معصومين في هذا الجانب فكان يعاملهم معاملة حسن متساوية في القضايا المادية إلا في الأواطف لأنها لا يملكها نحن نقول ساعة آخر من العنقود هو قد يكون يعني يأخذ الحب الأكبر وكان يلومونه على حب يوسف وعلى حب يامين أخوه ونحن عصبة كيف يحب هذين الصغار هذين الاثنين وإحنا موجودين وإحنا اللي يعتمد علينا ونحن القائمين بالأعمال ونحن الذين نذهب إلى المرأة ونذهب إلى هذا فيجب أن نغيب هذا الإنسان عن وجه أبينا حتى تنتهي تلك المحبة والحلم صدق حلم يوسف السلام صدق نعم ولم يخبر بذلك أحد على فكرة سيدنا يوسف التزم بهذه الكلمة أخبر أبيه بس الأب حتى وهو في مصر وحتى وهو في السجن وهو أيضا أصبح بعد ذلك يعني عزيز مصر لم يخبر أحد بذلك ولم يخبر أيضا حتى المكيدة والظلم الذي وقع عليه لم يخبر أحد بذلك وهذه قمة في الأخلاق أحيانا بعض الناس تشوفه عادي لكن واقع عليه كثير من الظلم لكنه إيش ساكت لا يظهر هذا الظلم وهذه من أخلاق الأنبياء والمرسلين هذا من الإحسان لأن من أعظم الإحسان شنوه الإحسان أني إذا أكرمتني يا شيخ أحمد أنا أكرمك هذا ليس إحسان هذا إيش مقابل لكن الإحسان الحقيقي هو أنك إيش تحسن إلى من أساء إليك ومن أعظم الإحسان ألا تذكر إساته أمام الناس ما تذكر ما تقول والله فلان سوا فيني وفلان ضربني وفلان شتمني وفلان باقاني وفلان كذا هذه قمة في الأخلاق قمة في الأخلاق وهذا عندما زارنا سلم اليهودي الذي كان يرمي القمامة في طريقنا سلم فزاره في وفاة ابنه ومع ذلك هذه أخلاق قمة في الأخلاق نعم في إضافة الشيخ عن موضوع الرؤية أو ننتقل إلى أيضا ما بعد الرؤية الصالحة الرؤية في ناس يعني يحملون الرؤية أشياء كثيرة يقول لك أنا شفت كذا ويتوقع أنه في شيء ويروح يتكلم ويسأل الشيخ ويسأل فلان يعني يتوقع أن رؤيته لها أثر فكثرة الأحلام وكثرة الرؤية وخاصة الآن الناس يرون عرفت ويتوقع أمور كثيرة أنه يعني رأيك هذا احتمال يسير لها شيء ولدي يمكن يسير لها شيء نقول يعني مثل ما قالني بصعه سلم إذا رأيت الرؤية تحبها صالحة صالحة تحبها تخبر بها تخبر بها تخبر بها أنا أحد شفت والله رؤية نفسك مقبوضة منها ما تحب حد يقول لا تذكر حق أحد وأتفل عن يعني عن يسارك ولا تخبر بها فإن شاء الله يعني يعني ما تقع فالناس الآن يكثرون من قضية الرؤى والأحلام والاعتماد عليها طبعا في الشرع ما يثبت حكم شرعي بالرؤى يعني ما أحد يقول والله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أقول أسبح هالكثر أو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أني أصلي هكذا أو كذا لا يعني الأحكام الشرعية انتهت بعمل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه اللي يأتي يقول لك في المنام رأينا كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ناس الشيخ يحلمون كثيرة في ناس ما يحلمون في ناس يعني ما ينقلب طبعا هذه العلم النفس يقول الحلم هذا أو الرؤية لما تشوفها طويلة تكون ثواني قد تقول لحلم تقص عليه نص ساعة لكن يقول لك في الحقيقة كان ثواني لكن في فرق بين الحلم وأذقاث وأحلام والرؤى والأمور ولا هي واحدة لا طبعا فيه من الشيطان وفيه من الله عز وجل أذقاث وأحلام وفيه حديث نفس نعم وفيه حديث نفس هم هذين الملء يقول لك يعني سبحان الله يعني هما ما يعرفون ما قالوا ما نعلم أو ما نعرف أضافوا إلى جهلهم جهل آخر قالوا هذا يعني ليست رؤية صادقة بل هذه أذقاث أحلام هذا واحد بعدين يقول لك الله عز وجل أراد أن يظهر يظهر في هذه الرؤية يظهر كرامة يوسف في رؤية الملك فأول لو أول ما رأى الملك الرؤية راحوا ليوسف وفسرها ما بيشير له ذاك الوقع في المجتمع لكن لما عرضت على الملأ وعجزوا وعيزوا وما عرفوا ويأي يوسف وقال صار لوضع في المجتمع وفي الدولة غير صار يعني ما حد عرف إلا يوسف لكن في ناس يحلمون سبحان الله وثقى سبحان الله كفلق الصبح في بعض الناس يحلم وقد يقع التفسير أو يقع الذي بعد 40 سنة مثل ما حصل حق يوسف يعني يوسف رأى الرؤية عليه السلام أمره سبع سنين أمره سبع سنين أخوهم يوسف وقالوا حق أبوهم نحن نحتم فيه ونرعاه وأخذوا حسد الإخوان على بعضهم بعض صحيح دائما نحن نحذر حقيقة الأباء والأمهات أن أنا حتى لو حبيت واحد من أولادي أكثر من غيره أني لا أبدي هذا الحب كثيرا يعني دائما أحاول أن يتحكم فيه مشاعري مشاعري وأحاسيسي لكي لا يدخل الحسد أو الغل أو ينزغ الشيطان بينهم يجيك الشيطان يقول لك ترى أمك تحب أفلان أكثر منك ترى هذه ترى بتكتب لهم الحين البيت باسمهم الزين وش أقال ها شون شديد فيروح إيش يدبر المكائد ويدخل الشيطان بينهم ويبدأ الحسد طبعا أخوة يوسف كان يعقوب عليه السلام لا يحب مفارقة يوسف الزين أني لا يحزنني أن تذهبوا تأخذون يوسف معاكم من البر هم قالوا لهم خلجوا معانا ويلعبوا معانا ويستانس وكذا وما إلى ذلك فكان يوسف عليه يعقوب يرفض هذا الشيء فبعدين لما أغروا واتفقوا على إيش إما أن يقتل أو يبعد قالوا لهم نسوي الاثنين جمعوا بين الأمرين بين القتل الفبركة وبين الإبعاد الحقيقي ما نجتمعوا يعني الأخوان كلهم ما أحد قال له والأخوان أخوانا يعني أخوانا قال لهم لا تقتلوا لا تقتلوا وذلك قال لهم نرميه في الجب فاجتمع الأمران لازم نسوي الإبعاد ونعمل ليش؟ لأننا نقطع كل أمل لسيدنا يعقوب عليه السلام في حبه ليوسف لما يقتل خلاص لكن لو وضع لا أروح دوروه بيلعوزنا الأبو بيلعوزنا يقول روح دوروه وبحثوا عنه نعمل إشاعة أنه قتل ونعمل هذه التمثيلية ونأتي بقميصه وعليه دم وما إلى ذلك فييأس الأب من يوسف عليه السلام جابوا القميص إلى أبيهم القميص هذا شيء قصة عجيبة جابوا القميص خلكم معانوش الكرام ما زال الحديث أيضا مستمر وأيضا حسد أخوان يوسف عليه السلام أتمنى حلقتنا اليوم تكون قصصية صحيح والكل يتابع فيها لكن لا تروحوا نبعيد فاصل قصير نعود بعده الحديث أكثر عن قصة يوسف عليه السلام اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات هم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات حياكم الله معانا مشاهد كرام مجددا وما زالنا في قصة يوسف عليه السلام هذه القصص القرآني جات كثيرة في القرآن لكن قصة يوسف فيها محطات كثيرة وقفات عذار كثيرة وما زال ضيوفنا شيخ خالد بموزة وأيضا الشيخ عبد الله بن إبراهيم السادة أتمنى مشاهد كرام أن لا يروح من بعيد حتى بدورنا ناخذ القصة أسرع وحاول الآن مع الضيوفي شوي أن نستعدل شوي وناخذ أيضا العبارة والقصص قلنا جابوا قميص يوسف عليه السلام وفيه دم نعم فطبعا تمثيلية كلها اتفقوا عليها وهم يجتمعون ماذا نفعل الدم من وين نيبه نستخدم القميص ثم بعد ذلك كيف يكون الحوار بيننا وبين أبينا علشان الحبكة تكون واضحة جميلة ويصدقها وتصدق فأول ما دخلوا على سيدنا يعقوب أخذوا يبكون يصرحون لأن تعرف أنت لما تشوف أخوك هجم عليه ذئب وقطعه تقطيعا يعني خلاص المفروض أن ردة الفئلة تكون إيش أصراخ وصياح وكذا واخونا ولعقوا علينا فدخلوا على أبوهم بهذا الشكل وأخذ يصرحون وكذا لكن القميص ما في ولا قطعة ما متشقق القميص بس في دم بس في دم قال والله هذا الذيب هذا رحيم يعني في مال أمكن شايف ما لا أسنان ما لا أسنان يقول لك ما ليش اختاروا العشاء يعني ليش اختاروا الليل لأن الليل أستر أستر يعني هم راحين الصبح يعني كلمته وكله كلمة الظحى أو الظهر قاعدين انتوا تصيحون من الظهر الليل فهذا هذا أحد الأدلة أنه كان هذا الكلام غير صحيح يعني يصيحهم وبعدين يقول لك الليل أستر الليل دائما إذا بتروح يقول لك إذا بتكذب أو بتروح حق واحد ما تب يشوف فتروح على في الليل فهم عنوه يعني يعني قصدين أنهم يأتون في الليل حق أبا عشان ما يرى يعني ملامح الوجب نعم عندي الله سلمك إضافة على قضية أنهم يجتمعون وأرادوا أن يقتلون يوسف يعني بعض الناس يسأل يقول لك إيش دعوة يعني أبوهم قدم يوسف في أشياء بسيطة عليه السلام وأنت وتبون تقتلون يوسف إلى وصل إلى القتل يعني المسألة يعني ما توازي أن أنا مثلا أربي ردة الفي العظيمة يقول لك هذا في التعاون مع الآخرين أن أنت حط نفسك مكان الآخر يعني أنت ترى الأمر هين لكن أنا أرى أشوف الأمر كبير يعني ليش أحمد إذا أردت تحكم خل نفسك ما حط يعني ليش أحمد ما عزمني على عرس ولدي هو مثلا عند أمر طبيعي مثلا عزم الناس ولساني مثلا أمر هين أنا لا ولا أكلم أحمد ولا رحق أحمد مثلا أو أكلمني فتلقى الطرف الآخر مكبر للموضوع كبير جدا نعم وأنت بالنسبة لك الوضع يعني يعقوب عليه السلام ما سوى ما سوى شي بس يقرب إذا بيرقض يحط طيب مثلا هم عندهم لازم يموت شوف يعني القضية فأنت في هالأمور هذه شوف المسئلة شوف من وجهة نظر الطرف الآخر فأنت لا تقول ليش زعلان وخاصة إذا دخل الحقد والغل يكبر يضخم الأمور ويعمي البصيرة وهم على فكرة هم صالحين على فكرة يخلو وجه أبينا ونكون من بعده قوما صالحين هم يريدون الصلاح بس بدون وجود سيدنا يوسف عليه السلام فلقم هذه توبة فاسدة توبة فاسدة توبة فاسدة أنت تعمل المعصية وتقول سوف أتوب بعد هذه المعصية قال العلماء هذه توبة فاسدة نعم الحسد أيضا في شيء نتكمل فيه ولا ننتقل نقطة أخرى ننتقل إلى سيدنا يوسف عليه السلام خلنا نقول الصبر عند المصيبة يوسف عليه السلام لقيه من أخوانا ما لقي لكن نريد نتكلم أيضا الصبر عند المصيبة طبعا سيدنا يوسف عليه السلام تربى على يد من يعقوب عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم شيء غير طبيعي لذلك الصفات التي خرجت في سيدنا يوسف عليه السلام كانت القمة خاصة في التعامل مع الأحداث قضية الصبر وحتى وهو واقع في البئر ما قام يصارخ تعرف لما جاء الوارد يرد الماء وحط له ما سمع ما سمع صوت ولا حس بشيء استنجاد ولا استنجاد ولا هذا ابن استعلق سيدنا يوسف عليه السلام بالحبل وطلع ازين فرأوه خذوهم معهم عبد المملوق وذهبوا به إلى مصر وهو صابر ومحتسب لم يخبرهم بفعلة أبيهم ممكن لو أخبرهم كان يتعاطفهم معه ويرجعون حق ابوه ممكن يصير هذا الشيء سكت سيدنا يوسف عليه السلام وصبر على ذلك وأتى إلى مصر وبيع كعبد مملوك لعزيز مصر وعاش في ذلك القصر دون أن يتفوه بكلمة مما حدث بينه وبين إخوته كم كان عمر الشيخ في ذلك الوقت هذا هو سبع ثمان سنوات وعاش إلى أن وصل إلى مرحلة الشباب في هذا القصر وبانت جماله وبانت أخلاقه مو بس جمال الهيئة حتى جمال الأخلاق ذيك زوجة العزيز أعجبت به وحبت مو بس فقط لجمال وجهه لكن أيضا لجمال أخلاقه لذلك لما دخل السجن ولما جات لما خير بين المعصية ها تحديد الآن جاء يا تسوي هذا يا شنو تنسجن يا كذا يا العصر فاختار السجن حتى وهو داخل السجن لم يخبر أحدا حتى بظلم العزيز وزوجة العزيز له لم يخبر أحدا بذلك بل لما دخل معه السجن فتيان شوف قمة الأخلاق وقمة الصبر أخبروه برؤياهم سبحان الله دائما رؤية الفتيان ورؤية سيدنا يوسف وبعدين رؤية الملك قميص سيدنا وليس يسألوا يعني الرؤية شافوا سيمات أيضا قال إن أنا راكة من المحسنين سبحان الله تخيل أنت داشة السجن مظلوم المفروض أنك قلبك مليء بالغضب هذي اللي ظلموني وهذي اللي مش عارف بدون تهمة بدون بينة بدون دليل بدون برهان هذا الظلم واقع على شاب قم في الأخلاق ومع ذلك قم في الأخلاق والسلوك وهو داخل السجن إنا نراكة من المحسنين كان يسوي أربعة أشياء كان يجمع التبرعات عمل خيري لكل من يحتاج من المساجين للمال يذهب لكل المساجين وكان إذا جلس معهم ودخل غريب واحد منهم يأخذ كان يقول له هنا ها هنا ها هنا ها هنا إذا مرض أحدهم كان هو الذي يطببه حتى يشفى وكان في الأخير كان هو الذي يصبرهم قضية الصبر كان يقول لهم كان أكثرهم أظلومين مثله زين فكان يقول لهم إن لهذا لصبر إن لهذا لثواب إن لهذا لأجر لا الظنون أن الظلم الذي وقع عليكم زين سوف يذهب هباء منثورة سوف الله سبحانه وتعالى يكافئكم على ذلك ولكم مثوبة ولكم أجر شوف هذه الأمور الأربعة العمل الخيري ومساعدة الناس وإكرامهم وأيضا تصبيرهم على الظلم الذي وقع عليهم هذا يقم في الأخلاق الصبر شيخ عبد الله لا شكا عند المصيبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نعم الصبر في قصة يوسف الصبر هو أربع تنواع صبر على الدنيا صبر على الدنيا يعني مشاكل الدنيا وصبر عن الدنيا عن جمال الدنيا وعن كذا وصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وأعظم صبر يقول العلامة أعظم صبر وأشد صبر يعني أتعب صبر هو صبر عن معصية الله وهذا أكبر مثال وأقوى مثال في القمة يوسف عليه السلام تهيئت له كل الظروف يعني يوم قالت هيت لك 12 سبب قالوا العمار 12 سبب يدعو 12 سبب يدعو يوسف لعمل الفاحسة هي الداعية وهو في بيته وهو غريب والباب مقفور وهي صاحبة السلطان تقدر تدافع عنه لو صارت مشكلة هي صاحبة السلطان تقدر تدافع عنه مع كل هذا قال معاذ الله فالصبر هذا قالوا يعني أعظم صبر لأن يعني الصبر هذا كان في قمته يعني فالله عز وجل حفظه حفظ يوسف فهذا الصبر قالوا وهذا البلاء مع امرأة العزيز أشد من بلاء الجب وأشد من بلاء السجن فأقوى بلاء وأقوى صبر كان عند يوسف عليه السلام كان مع مرأة العزيز الشيء خالد يعني الظروف تحيئت وقلقت الأبواب وقالت هي تلك صحيح وما بقى هذا الأمر وبعدين جمال يوسف عليه السلام كان فتنة أيضا صحيح وبعدها عقومة أيضا النسوة وأخرج لهم نقف عنده اللي هي لما ما نالت من يوسف ما تريد وأخذ يهرب ويفر منها وهي وراه الطاردة وتشد تميصة وتشد تميصة وهو رايح بيطلع من الباب الرئيسي فتح الباب ولا السيد العزيز جدامه المرأة انقلبت مباشرة صاحت وقالت الحقني هو قاعد اعتدي علي زين وسيدنا يوسف تفاجأ أن المظلوم أصبح ظالما والظالم أصبح مظلما قال هي التي رودتني عن نفسي زين قال كلمة الحق زين والله عز وجل كما حفظه في هذه الفتنة أيضا حفظه عند هذه المشكلة أن أنطق ذلك الغلام الرضيع وأخبرهم بدليل براءة من سيدنا يوسف عليه السلام وهنا اقتنع العزيز أن الزوجة هذه هي المجرمة وهي الظالمة وهي التي اعتدد عليه طبعا هنا زاد زين حبها ليوسف وزاد أيضا غيظوها على يوسف أنه ما تمكنت منه ما تمكنت منه ولا وبعد اتهمته بالإيش وما قدرت تثبت عليه هذه التهمة لأنها ما عندها دليل ولا برهان وبعدين بدت الفضيحة تنتشر في المجتمع المصري وبدأوا علية القوم يتكلمون قالت زوجة العزيز منحرفة وزوجة العزيز مش عارف وتكلموا عنها ما تكلموا فقالت بعد فما زال قضية الكيد والانتصار حق الناس والانتصار حق الناس عزمتهم علشان مثل ما قال إبراهيم شيخ عبد الله أنك أنت حط نفسك مكان الإنسان اللي ملأ غلبه هاي فهي تحطهم في نفس المكان تقولنا طبعا أنتوا ليش للمتوني 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 خلا رويكم ليش تشوفوا اللي أنا شفته وبعدين حكوم للموني وفعلا لما شافوا سيدنا يوسف عليه السلام زين خرج لهم الله يلوم اللي يلومك نكمل إن شاء الله أكثر مع أيضا ضيوفي الكرام مع قصة يوسف عليه السلام وأيضا قصص وعبر من هذه القصة الجميلة لكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود للحديث أكثر عن قصة يوسف عليه السلام اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلا وسهلا بكم مشاهد الكرام من جديد في برنامجكم رمضان الدوحة وموضوع حلقة اليوم عن قصة يوسف عليه السلام شيخ عبدالله تكلم شيخ خالد قبل الفاصل وقال بأن أيضا عندما قالوا ما قالوا عن امرأة العزيز وأيضا النساء تكلموا خرج لهم يوسف وأيضا قطعنا أيديا من جمال يوسف عليه السلام وبعد ذلك كل هذه القصة براءة يوسف عليه السلام من كل هذه الأمور بس عندي تعليق على قضية وشاهد شاهد من أهلها نعم في رواية طبعا عن السرائل إنه طفل صغير وفي رواية إنه رضيع والصحيح كما قال ابن عباس رضي الله قال هو رجل كبير ذو لحية نعم كان يأتي كان هذا قاله مستشار أو وزير العزيز فيهم قالت له شوف رجل حكيم يعني نعم وهو قال هي رودتني فيصدق من في تناقض في الأقوال فأياب حكم وكان هذا الحكم والدعمه شاهد شاهد من أهلها أنا صارت مثل هذه نعم فهذا الشاهد الشاهد إنه كان رجل حكيم هو حتى حكم قبل الله يشوف القميص قبل الله يشوف القميص قال إذا القميص ما شكوك من وراء هي الغلطان وإذا ما شكوك من جدام هو لأنه هي الدفع دفع نفسها فلما رأى ما علاقة لما رأى يعني عقب ما حكم شاهد القميص هو ما شاهد القميص قبل هو قبل لا يشوف القميص حكم أخبروه بالقصة قبل أن يرى نعم العزيز قال والله سال في جديد قال والله أنت تشوف القميص يوم شاهد القميص والله قال لكلامك صحيح يوسف بري يوسف بري نعم فهذا القميص شهد على براءة يوسف لكن قصة براءة العزيز ويوسف راحت انتشرت وصلت عند النساء النساء يوم قالوا إن نراها في ضلال مبين هل هم شافقة ولا إنكار للمنكر ليش قالوا هذا الكامل ليش تتيمعوا وقالوا والله مرت العزيز قال ما عنده سالف فلما سمعت بمكره ما قالوا مكره ما قالوا قالوا إن نراها في ضلال مبين مع الصبي استغل شنو هذا بس استنكار منه لكن قالت فلما سمعت بمكره ما هو المكر والمكر مثل ما نشوف الحين الحين موجود هذا عندي النساء جيب واحدة مطلقة أتيها شون طلقت أنت ما شاء الله عليك جمال ودلال وحلوة ومزيونة وما تستاهلين نعم زين ليش تقول له هتش ها تبيت أعرف ليش حق يعني تتكلم هذا المكر تقول ليش عشان تسمع السالب تعرف السالب ليش مرأة العزيز حبت هالعبد المملوك أيوه أكيد في شي هذي اللي ما قدرت تقاومه شو الشكل عرفت نبي نشوف مما ما قال أنا بنشوف هي عرفت لهم عرفت لهم تعال شوف شلون المرأة تعرف حق النسوان يقول إذا بغيت يصيدر على النساء على المرأة يحط عليها مرأة مرأة أكيد شكرا فالشاهد أنهم أرادوا أن يعرفوا موضوع المرأة العزيز وهذا الغلام اللي عندها قالت لهم تعالوا عزمتهم عزمتهم وحطت لهم الفرش والتكايات وقعدت ويابت لهم الفال وعطيتهم زجاجين سكين أول ما أعطتهم قالت حق يوسف طبعا هم لا يستطيع يقول لا لبست وزيد وقالت لا طبعا وهم يقطعون الأياد ما شعروا بسبب الدهشة والله حاشا للا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم لماذا لأن الملك عند الناس استقر في مفهوم الناس وفي عقول الناس بأن الملك قمة في الجمال فقالوا هذا ملك جميل طبعا هي هنا يعني مثل ما نقول في صخة الحي أيوة يعني يوم قالوا يعني عذرينت عذرينت ملومت هناك قالوا ما عنده هزال إن أنا في ضلال مبين قالت طلع لي هم شافوك فقالت جدامهم جدام الملأ جدام يعني في صخة الحي قالت أنا أمرته أنا ربطت عنه نعم لكن والله إذا أفعل ليل وزن وليكن من الصاغرين سوف أصغر من يعني من شخصه وأذلة وعشان سجنه فاستجارب الله سبحانه وتعالى وتم في السجن يعني سنوات 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 الله عز وجل الله عز وجل الله عز وجل طبعا من الأمور اللي أود أو الضحة أن يقولون يعني هذا السجن كان جزاء وعقاب من الله أنه طلب من الساقي أن يذكرني عند ربك وهذا الكلام يقال غير صحيح يعني لأن يوسف عليه السلام يعني متوكل على الله عز وجل وفي السنوات كلها هذه وهو قمة يعني في العباد وقمة في التقوى وقمة فيه يأتي ويطلب العون منها لا لكن من باب أنه يعني ذكرني عند ربك قل له الحق هو الأخذ بالأسباب قل له الحق يعني ما أنت شفت الآن قل له الحق بقضية أنه الله عز وجل جازى وخلا يقعد في سجن هذه السنوات الآن أيضا ذكر القميص في هذه السورة أكثر من قميص قميصة مع أخوانا قميصة مع امرأة العزيز عندنا ثلاث رؤى وثلاث قمصان رؤية سيدنا يوسف عليه السلام ورؤية الشابين الذين دخلوا مع الفتيان ورؤية الملك عندنا قميص سيدنا يوسف مع أخوانا القميص تكرر هو نفسه هو نفس القميص هو قميص سيدنا يوسف في الأول كان لحبك التمثيلية في مقتل سيدنا يوسف عليه السلام القميص الثاني كان برأه من تهمة التحرش القميص الثالث كان شفاء لأبيه القميص الأولي هما أرادوا أن يكون أعداد براءة لهم أي أعداد براءة لهم ما أصبح أعداد سبحان الله فهذا اللي صار والرؤية الأولى كانت رؤية سيدنا يوسف عليه السلام ورؤية الفتيان ورؤية الملك رؤية الفتيان كانوا في السجن ورؤية سيدنا يوسف وهو صغير ورؤية الملك وكانت رؤية الملك هي سبب خروج سيدنا يوسف وبراءة سيدنا يوسف من السجن دائما سبحان الله قضايا الاتهامات هي لما نسقطها على واقع ذن الذي يتآمر حقيقة على إنسان بريء ويظلمه الظلم الشديد لا بد أن الله سبحانه وتعالى يفضحه وينصر المظلوم ولو بعد حين لا بد أن تخرج الحقيقة وتظهر الحقيقة ثم بعد ذلك هذا المظلوم ينتصر هم أرادوا رموا سيدنا يوسف عليه السلام في قاء البير وأراد الله عز وجل أن يرفعه إلى السماء الله أكبر أردسون أنا أمدي عن البراءة سلي عن الشيخ الملك قال اتوني به يوم بحسر لهم الحلم قال اتوني به كان بإمكان يوسف عليه السلام يطلع خلاص بيكون مع العزيز وبيقول حق العزيز القصة لكن لا قال ما أطلع إلا لما تثبت براءتي أمام الملك أول مرة قال اتوني به يوم ياب النسو وقال له حاشان الله ما علمنا عنه نسو قالت مرأة العزيز مرأة العزيز حصى الحق وكذا ما قال الملك قال اتوني به أستخلصه لنفسي أول مرة قال هاتو الراضي بمئة ألف بليكسز ويرضي ثاني قال لا أستخلصه لنفسي أخليه مكان العزيز هذه جوهرة نعم هذا يعني الإنسان إذا يقدر أن يبرئ ساحة يسعى هو لتبرئة ساحة فهو سعى يوسف عليه السلام لتبرئة ساحة كيف نأخذ العبرة من قصة يوسف في وقعنا اليوم شيخ عبد الله نعم قصة يوسف أو سورة يوسف من السور يعني اللي فيها فوائد كثيرة جدا حتى طلعت إلى بعض الكتب يعني يقولون فيه من أكثر من الفائدة قصة يوسف أو سورة يوسف فالفوائد عظيمة وكثيرة لكن أذكر فائدة يعني نحتاجها نحن الآن قضية التعامل مع الآخرين أو قضية حسن التخاطب حسن الكلام الآن يأخذون دورات في فن التواصل فن التحدث فن التعامل نعم نشوف منها مثلا في مواقف هذكر مواقفين أو ثلاثة يعقوب يوم قالوا له أن يعني يوسف هكلا وذ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يقول مفروم ما يقول جدامهم كان قال يعني خلاص أو كان سطرهم أو طقهم عياله لكن يقول لك عشان يعطي الغلطان أو المدن بفرصة لأن يتوب قالوا بجدامهم أنا 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 صدقكم بل سولت لكم أنفسكم يقولون آه يبي والله سمح لنا والله قطينا وأخونا وشذي فأراد يعطيهم مساحة نعم تكون صريح وواضح لكن ليس بعض الناس واقح لا فيها صراحة هذا من باب التعامل من باب التعامل يوم في السجن قال يخاطب الاثنين إني تركت من تقو من لا يؤمنون بالله من قصده قصدهم بس ما قال لهم أنت لا تؤمنون كفار ما قال لهم ما قالوا أقوام يفعلون حسن قال إني تركت من تقو من لا يؤمنون منهم اللي ما يؤمنون العزيز ومرته وانت والمجتمع اللي كان عايش فيه وقصده يعقوب واخوانه لا طبعا فشاهد أنت لازم عندك حسن كلام وحسن يوم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه يوسف شكت ما قال شيء قال في نفسه قال أنتم شروا مكان ما قال أهلهم ليش من حسن التواصل ويوم قال آه لقد آثرك الله علينا قال لا تثري يغفر الله لكم هاي التسامح هذا قصدي لازم وبعدين آخر شيء قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين نعم بدأ بنفسه أيه ونزغ الشيطان هبهم عقب ما أخواني قطوني في البير وعقب ما أخواني بحدلوني الحمد لله الله جمعنا ما ياب سالفتهم ولا خطأهم ولا شيء فهذا من حسن الاهتمام يعني بالآخرين ضرم ذوي القربة الشيخ سريعا أنا خلا القضية أنا وقتنا ما عندي شوف ايه الاعتذار عندما خلاص انكشفت السالفة من حسن أخلاقي أخوة يوسف أنهم ذهبوا إلى أبيهم فاعتذروا إلي لأنهم أساءوا إلى الأب وذهبوا إلى يوسف فاعتذروا إلي الاعتذار مطلوب عندما أنا أسي إلى الآخرين وأظلمهم أنت مطلوب منك أنك تعتذر تعتذر إذا تب الحطب يطيح وترجع المياه إلى مجاريها الآن كثير عندنا مشاكل بيننا وبين أخواننا وبيننا وأزمات ومشاكل على كل المستويات الأصل الذي يعرف نفسه أنه ظالم وأنه ظلم الآخرين يرجع في الدنيا قبل أن يرجع الآن ويعتذر كما اعتذر أخوة يوسف طاح الحطب ورجعوا إسره واحدة ورجعوا أمه واحدة ورجعوا إخوان وربع وإحباب لأخذ التغريدات ما عندنا وقت كثير لكن نحاول نسرع إن شاء الله في أيضا ذكر هذه التغريدات سريعا أول هذه التغريدات الشيخ عبدالله بن عمر البكر يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أن الشيطان ينزغ بينهم أن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينة عدوا مبينة النزغ الشيطان هو أنه يدخل الشيطان بيني وبين أخواني فيسبب لنا المشاكل ويكيد ويخلق الخطط كيف أكيد أكيد أخي وكيف أجرمه وكيف أفبرك معه كل الإشاعات فتسقط كل الحدود عندما يدخل الشيطان يجعلك تقوم بكل أنواع الغدر وإخوانه قولوا للناس أيضا حسنا هذا اللي قلنا هذا شاهد على الكلام اللي قلنا حسن الاتصال وحسن الكلام مع الناس نعم استعالنا أيضا مع الآخرين أيضا من حساب تفسير ابن كثير وثيابك فطهر قال سعيد بن جبير رحمه الله وقلبك ونيتك فطهر تفسير ابن كثير نعم نعم النية نعم يعني النية أبلغ من العمل صحيح وقالوا النية هي عبادة العلماء فالواحد يعني يجعل نيته صالحة في كل شيء رايح إن شاء الله أنا نية أن يصلح بين الناس أنا نية إن شاء الله في الأمر هذا فالنية هي أبلغ من العمل التغريدة الثالثة أيضا من حساب تطوير الذات تعلمتني سورة يوسف بأن الكرب سيرفع وبأن الحزينة سيفرح وبأن القالب سيعود وبأن الحلم سيتحقق وأنا أقول بإذن الله تبارك وتعالى قصة يوسف موجودة في كتاب الله إلى يوم القيامة سأل الله أن نستفيد من هذه القصص وهذه العبر من الزمان القديم حتى نضعها في واقعنا اليوم وندرسها في واقعنا اليوم نستفيد منها في واقعنا شكرا لشيخ خارد بن موزع لدك معنا في غريب الحلقة وإذن شكرا لشيخ عبدالله بن الرحيم أهلا حياك الله أيضا شكرا لكم أنتم شاهد الكرام على حسن شاهدتكم لبرنامجكم رمضان الدوحة التغي معكم قدا بمشيئة الرحمن أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم